بسم الله الرحمن الرحيم جرائم التغييب القسري في العراق ستكون الندوة إن شاء الله في ثلاثة محاور يتناوب على تقديمها لكم إخواني الباحثين نبدأ إن شاء الله مع الدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة ومع المحور الأول وهو المحور الإنساني فليتفضل جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم الزملاء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن جريمة دفن الجثث باعتبارها مجهولة الهوية وهذه الجريمة تأتي طبعا ضمن سلسلة جرائم سبقتها ولا أعتقد مع الأسف الشديد أنها ستكون الأخيرة تبدأ تفاصيل هذه الجريمة مع تمكن قوات الحكومة في بغداد والميليشيات المتحالفة معها من استعادة ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها من تنظيم الدولة في آب أغسطس 2014 ومنذ ذلك الحين ترفض الحكومة عودة الأهالي إليها وقامت الميليشيات بتحويل المنازل المواطنين إلى معتقلات وسجون سرية تحويل آلاف من النازحين من أبناء المنطقة والمحافظات المستهدفة بذريعة الإرهاب في العراق الذين اضطرهم القصف العشوائي إلى ترك مدنهم وتقدر أعداد المختفين قسريا في العراق خلال السنوات الخمس الماضية بما لا يقل عن 21 ألف مدني تلاحظون عفواً التزامن الحكومة تمنى عودة الأهالي والميليشيات تحول المنازل إلى معتقلات وخلال المدة الواقعة بين كانون أول 2015 ونيسان 2016 رصد قسم حقوق الإنسان في الهيئة قيام الميليشيات بتغييب نحو أربعة آلاف شخص من أبناء محافظة الأنبار بعد أن اعتقلتهم فصائل ميليشي الحجد الطائفي ولا سيما كتائب حزب الله وميليشي العصائب والخرساني ومجموعات أخرى اعتقلتهم واقتادتهم من معبري الرزازة وبزيبز وهم في طريقهم إلى العاصمة بغداد أو وهم عائدون منها وقد أفرد القسم في حينه تقريراً خاصاً بهذا الشأن وما يزال الغمول يكتنف مصير معظم هؤلاء المغيبين ووثق القسم في وقت سابق من هذا العام شهادة أحد معتقلين اثنين فقط قررت الميليشيات إطلاق سراحهما بعد ثلاث سنوات ونصف من اختطافهما وتحدث المعتقل السابق عن قصة اعتقاله وسجنه على يد الميليشيات في عدة سجون سرية بمنطقة جرف الصخر وعن التعذيب الوحش الذي تعرض له ومن معه من المعتقلين وأكد وفاة معتقلين اثنين على الأقل تحت التعذيب في وقت كانت الحكومة في بغداد تنفي معرفتها بأماكن وجودهم متخذة موقفاً متستر على الجريمة وقد انتشرت قبل أسبوعين وثائق تتضمن مخاطبات جرت بين مديرية صحة محافظة بابل ودائرة البلدية فيها تطلب الأولى بموجبها دفن جثث مجهولة الهوية هكذا وردت في الوثيقة مرقمة مع تأريخ العثور عليها لمرور المدة القانونية دون مراجعة أحد من دويهم لاستلامها بحسب التعبير الوارد في الوثيقة وتم توثيق مقاطع مصورة تظهر دفن جثث عشرات المغدورين التي عثر عليها بمناطق متفرقة شمالي محافظة بابل التي لم يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من دفنها على يد منظمة الدعي أنها خيرية الأمر الذي يؤكد محاولة حكومتي الاحتلال الحالية والسابقة التستر على الموضوع أو تورطهما المباشر فيه علما أن كل القرائن والدلائل تشير إلى أن تلك الجثث تعود إلى مختطفين من أبناء المناطق المستعادة التي يمنع عودة أبنائها إليها كجرف الصخر والمحاويل والمسيب وغيرها قامت الميليشيات بإعدامهم وتم التعامل مع جثثهم على أنها مجهولة الهوية إن الجثث الإحدى وثلاثين التي أعلن عنها لم تكن هي الوجبة الأولى حيث دفنت بذات الطريقة مئتا جثة أخرى في أوقات سابقة ليكون العدد الكل للجثث التي تم دفنها مئتين وإحدى وثلاثين جثة بينهم أطفال ونساء وجرى تقطيع بعض تلك الجثث وهناك تساؤلات بشأن عدم إصدار الحكومة أي بيان أو تعليق وعن غياب الدور الحكومي في تسليم جثث المغدورين إلى دويهم وعن عدم الإعلان عن وجود الجثث إلا بعد الانتهاء من دفنها وأسباب عدم فتح تحقيق حقيقي بشأن هذه الجريمة وعن استمرار التجاهل الحكومي لهذه الجريمة ومثيلاتها إن الأجوب على هذه الأسئلة تلخص جانبا من الظلم الواقع على الشعب العراقي في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة وتظهر الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون والسن منهم على وجه الخصوص منذ 2003 وحتى اليوم أما موقف الهيئة فقد عدت الهيئة الموقرة هذه الجريمة في بيان لها دليلا جديدا على حجم الجرائم الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات الطائفية بحق الإنسان العراقي بتواطئ من السلطة المحلية في محافظة بابل وتستر من الحكومة في بغداد لطمس حقائق جريمة أخرى في ضمن سلسلة جرائم الإبادة الجماعية في العراق ووصفت الهيئة هذه الجريمة بالمركبة لأنها تضمنت أفعال القتل وإخفاء الهوية والتجريد من المستمسكات التبوتية ومن ثم الدفن بدون علم دو المغدورين فضلا عن عدهم ضحايا إرهاب جهات أخرى غير الجهات الميليشيوية والاستفادة من ذلك معنويا وماديا واستغلالها لدوافع طائفية فيما بعد وحملت الهيئة مسؤولية هذه الجريمة كل من شارك فيها أو غطى عليها أو تهاون في الكشف عنها أو غض النظر عن شبيهاتها ولم يسعى للدفاع عن أبناء هذه المناطق في وجه آلة الموت الأرهابية الطائفية التي تستهدفهم وتستهدف غيرهم منذ سنوات حيث ستستمر هذه الجرائم خدمة لمصالح النظام السياسي القائم وتنفيسا لحقد طائفي لن ينتهي ما دامت العملية السياسية في العراق تسير برعاية إيرانية أمريكية فيما يخص جهود القسم هناك جهود مستمرة لقسم حقوق الإنسان في الهيئة لتوثيق شهادات وحالات التغييب القسري في العراق وقد أفرد القسم 23 تقريرا وتحقيقا خاصا خلال السنوات الأربع الماضية مختصة بموضوع التغييب والاختفاء القسري وسجل القسم وقايا عدة تظهر عدم تمكن ذوي الضحايا من الإبلاغ عن حالات اختفاء أقاربهم بسبب رفض السلطات الحكومية استقبال تلك البلاغات ومطاردة أصحابها في أحيان كثيرة ولا سيما من قبل الشرطة المحلية ويخصص القسم في تقاريره السنوية محورا خاصا بشأن الاعتقال والخطف والإعدام وهو المحور الثاني من حيث التسلسل والأول من حيث احتوائه على معلومات وبيانات ونذكر هنا بعض ما جاء في التقرير الأخير للعام 2018 رصد القسم اعتقال أكثر من عشرة آلاف مواطن بينهم 8400 بتهم الإرهاب وذلك في 1780 حملة دهم واعتقال معلنة توزعت على 15 محافظة في العراق جاءت محافظات بغداد وبابل والقادسية والديالة ونيناوى والأنبار في المراتب الأولى فضلا عن رصده 362 حالة قتل رافقت تلك الحملات وجميع القتلى من أبناء مناطق حزان بغداد ومحافظات نينوى وديالة والأنبار وصلاح الدين وسجل القسم وفاة 23 معتقلا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الصحي المتعمد داخل السجون الحكومية المعلنة طبعا هذا خلال 2018 وتصر إدارات تلك السجون على منع زيارة المعتقلين علما أن أعدادا كبيرة منهم لم يتلقوا أي زيارات لمدة بلغت عدة سنوات ومنذ مطلع العام الماضي رصد القسم 318 عملية اختطاف طالت مواطنين بينهم أئمة وخطباء مساجد وناشطون مدنيون وشيوخ عشار وتوزعت عمليات الاختطاف على محافظات نينوى وبغداد وبابل وصلاح الدين والأنبار والتأميم والبصرة وذيقار والقادسية وميسان وواسط وتم في 2018 الكشف عن مئات السجون السرية التي تديرها ميليشيا الحجد الطائفي شمالي الحلة مركز محافظة بابل ووجد أن هذه السجون تضم داخلها عدة آلاف المعتقلين من سكان المناطق السنية بينهم أكثر من 400 معتقل من ناحية جرف الصخر وحدها ورغم التقارير التي تؤكد بأن لدى العراق أكبر عدد من المختفين قسريا في العالم إلا أنه لا يوجد إحصاء رسمي حول أعداد المغيبين في البلاد الذين اختطفتهم القوات الحكومية أو الميليشيات المتنفذة بتعاون مع هذه القوات لكن تقول مصادر بعض المنظمات المدنية أن أعدادهم لا تقل عن 21 ألف شخص في السنوات الثلاثة الأخيرة وأن محافظات الأنبار ونينوى وديالا وصلاح الدين وبغداد وبابل تحتل الصدارة في عدد المختفين قسريا وبحسب ناشطين حقوقيين فإن مصير المختفين قسريا في العراق إما معتقلون في السجون السرية الحكومية أو محتجزون لدى الميليشيات المتحالفة معها وآخرون تم قتلهم ودفنهم سرا فضلا عن من قتلتهم أو قتلهم تنظيم الدولة وعلى الرغم من الدعوات والمناشدات الدولية للإفصاح عن مصير آلاف المفقودين العراقيين ما تزال الحكومة في بغداد ترفض الاعتراف بمصير الأشخاص المغيبين ومكان وجودهم وتمتنع عن ذكر أي تفاصيل بشأن الموضوع بل تحاول هي وجهات أخرى تبرير أو تسويغ ما يجري من جرائم ونسبتها إلى الإرهاب دعوة لتوثيق الحقوق الحقيقة هذه الجريمة التي حدثت كما بينا أنها ليست الأولى ولا أعتقد أنها الأخيرة مع الاسف أهم شيء في الموضوع هو توثيق الانتهاكات يعني هنا موضوع التوثيق هو عصب العمل الحقوقي لا يمكن أن يكون هناك عمل حقوقي بدون التوثيق مع الصعوبات والظروف المحيطة بالتوثيق والعقبات التي تعيق هذا كله نتفهمه لكن بالمقابل ندعو كل من لديه مغيب أو كل من تعرض لهذا الانتهاك نقصد الاختفاء القسري إلى التواصل مع الهيئة وقسم حقوق الإنسان فيها لغرض توثيق الحالة بشكل قانوني وتفعيل هذا الملف دوليا ونذكر الجميع بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه من أبسط الواجبات تجاه الضحايا هو الخطوة التي سوف تؤدي إلى إنصاف الضحايا مهما طال الزمن شكرا على الاستماع عذرا على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام شكرا جزيلا للدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة على ورقته التي قدم فيها ريان وتفاصيل الجريمة والأعداد الحقيقية للجثث والجهات المتورطة فيها وبيّن موقف الهيئة من هذه الجرائم وصلت الضوء على جهود قسم حقوق الإنسان في الهيئة في هذا المجال والدعوة متجددة لكم ولكل الناس لتوثيق هذه الجرائم ننتقل إلى المحور الثاني إن شاء الله محور جرائم الحرب يقدمه لنا الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدايةً أتقدم بشكر الجزيل لهيئة علماء المسلمين في العراق إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم في فترة حساسة وقاسية من تاريخ العراق المعاصر حيث القتل والتشريد والتغيب باسم القانون وكما تعلمون يحدث الاختفاء القسري عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية ثم يتبع ذلك رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده بقصد وضع الضحية خارج نطاق القانون ووفقا لنظام روم الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2002 حيث يعرف جريمة الاختفاء القسري عندما يرتكب هجوم واسع نطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين فإن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية لا تخضع لقانون التقادم وفي كثير من الأحيان يعني الاختفاء القسري القتل ويتم اختطاف الضحية في مثل هذه الحالة واحتجازها بصورة غير قانونية وتعريضها للتعذيب في كثير من الأحيان أثناء التحقيق وعادة يكون القتل سريا مع التخلص من الجثة لإخفاء هوية الشخص القاتل وفي هذه الحالة يمتلك الطرف الذي ارتكب جريمة القتل قدرا من الإنكار المعقول حيث لا يستطيع أحد تقديم أدلة على وفاة الضحية والاختفاء القسري بحسب الوثائق الدولية ومدونات حقوق الإنسان هي حالات خطف لأشخاص بدوافع سياسية من قبل جهات سياسية أو جماعات مسلحة خارجة عن القانون لكنها تحظى بإغطاء من جهة أخرى وجيوب حكومية متنفذة تحميها من القصاص وتقوم بتصفية خصومها عن طريق إخفاههم قسرا ثم التنكيل بهم وجاء في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إن المسؤولية الجنائية تتقع على كل من يرتكب جريمة الإخفاء القسري أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها كما أن هذه المسؤولية وبالتالي المساءلة تقع على من تعمد إغفال معلومات تدل على وجود جريمة إخفاء قسري أو أنه لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة لإنجاح التحقيق والملاحقة القانونية وبعد الاحتلال عام 2003 أصبح ملف الاختفاء القسري لأسباب سياسية وطائفية فضلا عن سطوة الميليشيات التي زاد عددها إلى أكثر من 35 ميليشية تضم بين دفتيها فضائع أصابت مئات الآلاف من العائلات المكلومة وارتفعوا عدد الضحايا الاختطاف إلى أرقام مخيفة وباتت المشكلة أكثر فضاعة وأكثر مثارا للرعب بضياع المسؤولية عن اختطاف الضحايا والتنكيل والتنكر لهم بتورط جميع القوى المتصارعة على السلطة من غير استثناء حكومات وميليشيات تديرها دول إقليمية في عملية الاختطاف والإخفاء والتصفية الجسدية في حال وجود حالة اختفاء قسري فهي تجرم طبقا للقانون الجنائي للدولة وجميع الدول التي صادقت على الاتفاقية ذكرت في قوانينها تجريم حالات الاحتجاز بالقوة وإذا ثبت في أي حال من الأحوال فهناك محاسبة للأشخاص المتورطين إن الإخفاء القسري لا يتم إلا بعلم الحكومة لا يتم إلا بعلم حكومة متنفذة لا تراعي الناس وتعتبر الأرواح رخيصة سواء كانت هذه الحكومة متمثلة بالدائرة التنفيذية أو رأس الهرم الحاكم ومن المستحيل أن يقوم به شخص إن الأشخاص الذين يختفون قسريا يتحولون إلى أرقام بلا اسم ولا أحد يعرف أين هم وغالبا يقتلون أو يصبحون مختلين عقيا وإذا ما أردنا الحديث عن هذه الجرائم بلغة الأرقام يتبين لنا كيف تترجم الحقائق إلى أفعال وفق مفهوم الجريمة الدولية وهذه الأرقام نذكرها على الرغم من نجود اختلاف وتباين في أعدادها وبحسب كل منظمة كما أردتها في تقاريرها حيث بلغ عدد المفقودين في العراق رسميا من سنة 2005 إلى نهاية 2018 نحو 800 ألف وعشرة آلاف مفقود والأرقام المذكورة لا تشمل السجون السرية للميليشيات بعد 2014 بتاريخ 19-11-2017 أقرت مصادر من مجلس النواب الحكومي بأن هناك 6500 مواطن من أهالي محافظتي صلاح الدين والأنبار تم تغييبهم قصرا بعد عام 2014 من قبل القوات المشتركة والميليشيات التابعة لها بما يبين النهج الذي تتبناه السلطات الحكومية تجاه محافظات معينة دون غيرها من أجل التنكيل بأهلها وتغيير ديمقرافيتها وفي عام 2017 قوات من ميليشيات الحج الشعبي قامت بحملة اختطاف واعتقال قسري في خضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد طالت نحو 130 مدنيا واغتادتهم إلى جهات مجهولة قبل فترة وجاء في تقرير صادن عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق في 6 نوفمبر 2018 أكد فيه وجود 202 موقع للمقابر جماعية في محافظات نينوى وكاركوك وصلاح الدين والأنبار شمالي وغربي البلاد وأكد تقرير للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بتاريخ 13-5-2017 أن القيادية في الحج الشعبي كريم النوري كشف عن تفاصيله جديدة بشأن مزاعم اعتقال 2600 مواطن من أهالي الأمبار قرب منطقة الرزازة بحجة مكافحة الإرهاب منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت أن مدن محافظة صلاح الدين في عام 2018 شهدت 896 مغيبا في سامراء و152 مغيبا في بيجي و394 مغيبا في تكريت و103 مغيبا في الدور و337 مغيبا في طوز خورماتو و292 مغيبا في آمرلي و247 مغيبا في بلد و25 مغيبا في الإسحاقي و22 مغيبا في يثرب و15 مغيبا في الشرقاط و7 مغيبين في تلول الباج وفي محافظة ديالة ذكر مصدر أمني وجود أكثر من 128 ألف معتقل و27 ألف مخطوف وذكر لنا شاهد عيان من محافظة ديالة قبل أيام أن الميليشيات غيبت 45 مدنيا عام 2017 من قضاء بلد روز إثر استهداف أحد قادة الميليشيات في المنطقة وناشد المركز العراقي عدد من أبناء محافظة صلاح الدين يوم أمس بمتابعة 40 مغيبا قد تم اختطافهم قبل ميليشيات عام 2015 من منطقة درجلام وحي المراسمة في المحافظة وشهدت محافظة نينوى في العام نفسه أي عام 2017 720 مغيبا في الموصل و410 مغيبا في سهل نينوى ونحو 3100 مغيب من الأيزيديين في سنجار وما حولها أما شبكة حقوق الإنسان الدولية فوثقت في محافظة الأنبار 3496 مغيبا بين عامي 2014 و2016 توزعوا على النحو الآتي 2600 مغيب من الرزازة 762 مغيبا من السقلاوية و134 مغيبا من السجر وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد المختفين قاسيا في العراق بلغ خلال الفترة المحصورة بين عام 2008 وعام 2014 نحو 150 ألف شخص معظمهم فقد خلال حكم نور المالكي وهنا نورد نصين من تقرير بعثة الأمم المتحدة ينامي الخاص بوضع حقوق الإنسان في العراق للمدة من كانون الثاني إلى حزيران 2016 يتحدث النص الأول عن اغتياد عصائب أهل الحق نحو 500 إلى 550 رجلا من أبناء المكون السني بمنطقة جزيرة تكريت عقب عملية أمنية نفذتها قوات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع جماعات مسلحة وحتى منتصف شهر آب كان مصير 400 إلى 450 من أولئك الذين اقتيدوا مطلع شهر ما زال مجهولا أما النص الثاني فيكشف أنه في يومي أربعة وخمسة تقريبا من شهر حزيران 2016 فر آلاف المدنيين من قريتهم من الصقلاوية بالقرب من الفلوجة فاعترضتهم جماعة مسلحة مساندة للقوات الأمنية العراقية حددها الشهود بأنها من كتائب حزب الله وقامت الميليشيا على الفور بفصل نحو 1500 رجل من الرجال والصبيان المراهقين عن النساء والأطفال واختادتهم إلى جهة مجهولة وتشير وحدة المنظمات المحلية إلى وجود أكثر من 7000 معتقل من مناطق الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالا وحزام بغداد في سجون ومعتقلات تابعة للحج الشعبي حيث يتم إعدامهم على وجبات ودفنهم في مقابر النجف بأسماء مجهولة وقدم ديرك أدريان سينز الخبير في شؤون العراق وعضو جماعة منهضة الحرب الدولية عرضا خلال مؤتمر عقدة في الفترة من 9 إلى 12 قانون الأول في لندن ونظمته اللجنة الدولية المناثمة للاختفاء ركز فيه على حالات الاختفاء القسرية في العراق منذ عام 2003 وقال ديرك نقلا عن الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2009 أن 20% من النازحين داخليا و5% من الأسرة العائدة أبلغت عن حالات فقدان أطفال وأضافه أنه من خلال استقراء أرقام من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين لتغطية العراقين الذين لم يعانوا من التشريط قد يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المفقودين منذ 2003 أكثر من نصف مليون شخص كما يوجد 23 ألف آخرين احتجزوا في وقت سابق من قبل القوات الأمريكية دون تهمة أو محاكمة ويجري نقلهم إلى السلطات الحكومية أو الإفراج عنهم على الرغم من أن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه لا يمكن لدولة أي الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعي أنها تعامل المعتقلين معاملة إنسانية بينما تسلمهم إلى من تعرف أنهم يعذبهم وتقصد بها الحكومة حكومة بغداد كما لا يمكنها الإفراج عنهم في مكان تعلم أنه حقل ألغام ثم تدعي أنها لم تعد مسؤولة عن سلامتهم وجاء تقرير منظمة هومن رايتس ووش متهم من الجيش وقوات الأمن بممارسة الإخفاء القسر للضحايا وقالت المنظمة في تقريرها أنها وثقت من بين الضحايا المغايبين أطفالاً والصبياناً وحملت المنظمة مسؤولية نصف حوادث الاختفاء القسلي على جماعة تحت قيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في إشارة إلى ميليشيات الحج الشعبي مبينة أن اللجنة الدولية المفقودين التي تعمل بمشاركة مع حكومة بغداد تقدر عدد المفقودين في العراق ما يتراوح ما بين 250 ألف إلى مليون شخص في العراق أن الأمم المتحدة ووفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسر لعام 2006 تحمل الحكومات المسؤولية المباشرة عن مصائر أولئك الذين اختطفوا وغيبوا وتضعوها تحت طائلة الحساب والمساءلة ولكن هذا غير موجود في العراق ولا تقوم الأمم المتحدة بالدور المطلوب منها في هذا الصدد حيث يجب على الجهات الدولية الفاعدة أن تسترعي انتباه بغداد إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها بعض الميليشيات ويحتاج العراق اليوم إلى تدخل وضغط من المجتمع الدولي من أجل الإفراج أولا عن آلاف من ثبت براءتهم وما زالوا في السجون وأيضا الضغط على حكومة عبد المهدي لتحسين ظروف اعتقال السجناء واحتجازهم ومن أجل إسراع بكشف مصير الآلاف ممن تم اختطافهم وتغيبهم على يد ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران إبان المعركة ضد تنظيم الداعش وأخيرا وعلى رغم من ضمام العراق شكليا إلى اتفاقية الحماية من الاختفال القسطي في العام 2010 إلا أنه من الواضح تماما أن الحكومة في بغداد غير معنية بإنفاذ هذه الاتفاقية أو على الأقل غير مهتمة بمتابعة متطلبات الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية من ناحية العملية على سبيل المثال للحص قررت المادة أربع من الاتفاقية أن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسطي جريمة في قانونها المحلي وما زالت المدونة القانونية الحكومية خال من أي إشارة إلى جريمة الاختفاء القسطي بحيث يمكن اعتمادها لمحاكمة مرتكبية هذه الجريمة المثال الثاني يتعلق بإحكام المادة 17 من الاتفاقية التي نصت على أنه لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول وأنه يجب حبس جميع المحتجزين في أماكنه معترف بها رسمياً لكي يتيسروا تحديد أماكنهم وحمايتهم بالقوة القانون ولكن الحكومة في بغداد كانت وما زالت ترفض تماماً الالتزام بذلك وشكراً لإزغائكم شكراً جزيلاً للأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب على ورقته التوثيقية المدللة بالشواهد والأرقام ننتقل إلى المحور الثالث وهو المحور السياسي يقدمه لنا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في الهيئة فليتفضل جزاه الله خيراً بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مرحباً بكم إخوة الكرام جميعاً واغتناماً للوقت سأبدأ في إلقاء الورقة مباشرة وستكون هذه الورقة خاصة في بيان المواقف السياسية بشأن جريمة الاختفاء القسري وجريمة دفن 231 جثة من المغيبين قسرياً من محافظة الأنبار وبابل وخصوصاً جرف الصخر من غير اطلاع أهل المغيبين عليها وبيان حقيقة الأمر في ذلك من خلال ما قدمه زملاء المحترمون في بيان حال الجريمة وحدوثها ووقوعها وموقف القانون الدولي منها والاتفاقات الدولية وتوصيفها بأنها جريمة حرب ضد الإنسانية لا بد لنا أن نبين المواقف السياسية التي صدرت عن السياسيين العراقيين إزاء هذه الجريمة البشعة فبعد أن انتشرت الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول مقاطع فيديو مسجلة سجلها الذين قاموا بدفن هذه الجثث تحت مسمى جثث مجهولة الهوية بعد استلامها من مستشفى بابل وتصريحهم بأنهم يقومون بهذا العمل منذ فترة من الزمن وهم إلى الآن دفنوا 231 جثث كان الرأي العام قد وقف تنديد واستنكار لهذه الجريمة وأصبحت حديث الشارع في العراق باعتبار أنها جثث ليست مجهولة الهوية وأن الخاطف والذين اختطفوا هؤلاء الناس هم معروفون لدى الحكومة ولدى الناس وهناك شهود بالمئات على ارتكاب هذه الجريمة طبعا وأخوة الكرام دكتور أيمن وضح من قام بهذه الجريمة من الميليشيات وبأسمائها كان موقف حكومة بغداد وإلى الآن وإلى هذه اللحظة هو التزام الصمت المطبق وكأن شيئا لم يكن وكأن ما حصل هو في دولة أخرى وعلى شعب آخر غير الشعب العراقي وهذا وفق القوارين الدولية كما بيّنه الإخوة الكرام يجعلها يجعل حكومة متهمة وشريكة في الجريمة بل الموافقة على دفن الضحايا بعيدا عن الأضواء بتسليمها لجمعية خيرية ظاهر جمعية خيرية وعدم إجراء تحقيق جاد لمعرفة هوية الضحايا وكشف القتل والمجرمين ومحاكمتهم يثير الشبهات ويجعل الحكومة ظالعة في هذه الجريمة وللأسف هذه هي الحقيقة الواقعة في العراق لذلك حاول بعض السياسيين أن يموه ويتستر على هذه الجريمة وإخفائها وجعلها أمرا عاديا كأن شيء لم يكن مع أنها جريمة جريمة حرب كما هو مقرر دوليا وذلك لمكاسب شخصية وسياسية وحزبية وتطلعات مستقبلية فكانت هناك مواقف رسمية وأبرز هذه المواقف هو أول تحرك رسمي كان عن طريق رئيس مجلس النواب الحالي وكانت الناس تنتظر أن يخرج بقرارات أقل ما يقال عنها أنها تواسي المكلومين أهالي الضحايا المغيبين منذ سنوات لكن للأسف خرج رئيس البرلمان في يوم 13 ثمانية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الأمن والدفاع ووزير الداخلية وقائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة بابل ليدعي أنها فعلا جثث مجهولة الهوية 231 جثة تم العثور عليها في مناطق محافظة بابل جميعا وهي متفرقة ولا تحمل الصبغة الطائفية ولا يمت الأمر للطائفية بصلة بل الجثث نتاج حوادث متفرقة من كل أنحاء بابل حصلت منذ عام 2016 ولغاية شهر ثمانية 2019 لغاية المؤتمر الذي عقده رئيس البرلمان واعترف رئيس البرلمان أن هناك فقط 31 جثة وتغاضى عن المائتي جثة قال عنها أنها جزء منها جنائية ومنها جرائم اعتيادية وأخرى مجهولة الهوية أتت طافية في النهر وأخرى ناتج عن عمليات تحرير منطقة جرف الصخر ووافقه في ذلك وزير الداخلية ومن معه ونقول لهم أن محافظة بابل وجرف الصخر تحديدا أهلها مهجرون منذ عام 2014 وإلى يومنا هذا وليس فيها غير الميليشيات والمخفيين قسريا فالجثة التي تصفونها بالمجهولة الهوية التي تعود لعام 2016 هي نفسها تعود للمغيبين ولا توجد أي أعمال عسكرية منذ 2014 في هذه المناطق فما تنكرونه يحتاج إلى دلائل وأنتم لا تملكون شيئا منها ولذلك رئيس البرلمان في تغريدة له على تويتر أشار إلى هذه الحقيقة التي لا يستطيع أن يبوح بها فقال إن عودة الحياة إلى جرف الصخر ومناطق شمال بابل هو الحل الوحيد لإنهاء ظاهرة الإرهاب والجثث مجهولة الهوية إذن هو يعلم أن مصدر الجثث وجرف الصخر لأنها السجن الكبير الذي تستخدمه الميليشيات في تعذيب واعتقال الناس وتغيبهم قسريا وتتم فيما بعد تصفيتهم جسديا على شكل مجموعات وترمى جثثهم وهذا يعني أن المغيبين قسريا هم في هذه الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها الميليشيات ولذلك لا يسمح لأي جهة مهما كانت الدخول إلى هذه المنطقة منطقة جرف الصخر منذ عام 2014 وهناك أيضا كان وزير الداخلية السابق حاول أن يدخل هذه المنطقة واعتقل لمدة ساعات حتى تدخل رئيس الوزراء السابق حيذر العبادي ثم أفرجوا عنه وفي نفس المؤتمر صرح قائد شرطة بابل تصريحا متناقضا فقال بعض هذه الجثث جاء الطافية في النهر ومنها جثث وجدت في جرف الصخر نتيجة المعارك التي حصلت منذ عام 2014 وبعضها متفرقة في أماكن مختلفة بقضايا جنائية ثم استرسل ونسى نفسه فقال منكرا أراد أن ينكر وجود الصبغة الطائفية على هذه الجثث فقال وهذه الجثث لا تتعلق بأعمال إرهابية أو أعمال تتعلق بمعارك 2014 أو قبلها أو بعدها فالتناقض واضح من كلامه لأن جرف الصخر بعد أن استولت عليها الميليشيات في عام 2014 بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني استخدمتها كسجن ومعسكرات تدريب واعتقلوا العوائل النازحة من جرف الصخر بالجملة وغيب من أهالي جرف الصخر 1600 شخص رئيس البرلمان للأسف اعترف بوجود 31 جثة فقط والمعلن عنها رسميا بحسب المنظمة التي تدعي أنها خيرية 231 جثة وهذا يتناقض مع ما قاله رئيس البرلمان أخوان كرام لماذا يحاول الجميع أن ابتعاد عن وصف الطائفية ونحن نتكلم أن هذه الجثث تعود لهذه المناطق هذا يعني أن الضحايا هم من أهل السنة لأن الغالبية العظمى لسكان هذه المناطق من أهل السنة وهذا يستلزم أن الجريمة هي جريمة طائفية تأتي في إطار التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي الذي يجري في هذه المناطق وهم يحاولون التستر على هذه الجريمة طبعا هناك تصريحات عدة منها تصريح لمحافظ بابل ومنها تصريح لرئيس مجلس محافظة بابل وسأختصر على تصريح مجلس محافظة بابل اقتناع من الوقت طبعا هو تكلم بكلام متناقض كلام مضحك ومبكي لكثرة الكذب الذي تناوله فأول ما تكلم هذا الشخص قال إن من يحاول أن يبحث عن الحقيقة أو عن هذه الجثث ويصفها بأنها جثث لأبناء جرف الصخر هذا هو طائفي اتهم كل من يحاول أن يعرف الحقيقة بأنه طائفي وهذا الأمر أيضا رئيس البرلمان قام باتهام الأشخاص الذين يحاولون معرفة الحقيقة أيضا اتهمهم بأنهم يثيرون الطائفين أيضا تكلم بكلام آخر قال إن هناك فقط 31 جثة منها سبعة منهم نساء بقضايا غسل عار وقسم منهم أطفال والجثث الأخرى هي تعود لجرائم اعتيادية وهنا نسأل سؤال واضح كيف عرفتم أن هذه الجثث مجهولة الهوية كما تدعون كيف عرفتم أنها لنساء سبعة نساء قضايا شرب وكيف عرفتم أنها لقضايا عشائرية تعود لقضايا عشائرية وكيف عرفتم أنها جرائم اعتيادية وأنتم تدعون أنها جرائم لجثث مجهولة الهوية وعندما تكلم عن أعداد النازحين من جرف الصخر قالهم فقط 15 ألف بينما المثبت أن جرف الصخر فيها 120 ألف شخص لا يوجد الآن منهم ولا بيت واحد في جرف الصخر لكن كلامه هذا يشير أن المقرر إعادتهم في المستقبل إذا أرادوا إعادتهم أنهم سيعدون 15 ألف مواطن فقط وإبعاد 105 أشخاص من جرف الصخر إذن نحن نتكلم عن تغيير ديمغرافي واضح كوضوح الشمس لدينا أيضا رصدنا موقف أيضا لمنفوضية العليا لحقوق الإنسان أصدرت بيان في ذلك يوم 12 أثماني 2019 على لسان عضو المفوضية العليا علي البياتي قال حسب المصادر الرسمية فإن الجثث التي تم دفنها في محافظة بابل هي لمجهولة الهوية تم العثور عليها في توقيتات مختلفة ابتداء من 2016 وصولا إلى السنة الحالية 2019 ومن مناطق مختلفة من محافظة بابل وفي تصريح آخر لعضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان ثامر الشمري قال معظم الجثث التي تم انتشالها من شمال بابل أي المناطق السنية وهذا يتناقض مع ما قاله رئيس المحافظة رئيس مجلس المحافظة ووزير الداخلية وأيضا يتناقض مع ما قاله رئيس البرلمان وأشار الشمري إلى وجود ترابط بين هذه الجثث وشكاوى كثير من المفقودين والمختطفين من جرف الصخر لكنه قال لسنا متأكدين من كون هذه الجثث عائدة لهم والسبب كما تعلمون لأن الجثث دفنت بليل ولم يطلع أهالي المغيبين الضحايا على هذه الجثث ولم يروا حقيقتها نأتي الآن إلى الجمعية التي كلفت بدفن هذه الجثث وحقيقة هذه الجمعية والمسؤولين عنها الدفان إخواني الكرام اسمه رعادي الشوك من أهل النجم وهو صاحب مؤسسة فاطمة الزهراء التي قامت بدفن 231 جثة كما يقول ويدعي هو أغلبها من أبناء جرف الصخر هذا كلامه هو بحسب تصريح الشخصي وهو المتبرع بدفن هذه الجثث كما يدعي هذا الشخص في الحقيقة هو أحد عناصر الميليشيات وكان مشترك في المعارك ضد أبناء جرف الصخر والمناطق الأخرى طبعا هذا الكلام موثق بالصور وبالفيديو وباعترافه هو شخصيا ومقاطع الفيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الرسمية صفحة مؤسسة جمعية فاطمة الزهراء يوصف بأنه كمقاتل مشارك بقصف راجمات وصواريخ الكاتيوشا والصفة الأساسية لهذا الشخص هو تقديم الدعم اللوجستي لفصائل ميليشيا الحشد كما هو مثبت على الصفحة الرسمية لهذه المؤسسة ولذلك الميليشيات قامت بتكريمه عدة مرات وآخر تكريم كان عن طريق ميليشيا تشكيل فرقة الإمام علي وكرمته بدرع الوفاء الخيرية تثمينا لجهوده على تقديم الدعم اللوجستي لمقاتلي الحشد وإيصال ذلك الدعم إلى خنادق الميليشيات فهل محظ صدفة أن يقوم هذا الشخص بدفن هذه الجثث تحت مسمى مجهوري الهوية أم الأمر هو استكمال لدفن وطمس معالم الجريمة ومحاولة واضحة للتنصل من التحقيق في تلك الجرائم لأن هكذا عمليات كان المفترض أن تتم تحت إشراف حكومي بحت أخوان الكرام نحن أمام جريمتين الأولى الاختفاء القسري لأعداد بلغت سبعة آلاف مدني كما قال زملاء الكرام وحبسهم في بلدة جرف الصخر بواسطة ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران من أبرزها كما ذكرنا كتائب حزب الله العراقية ويتم بين الحين والآخر تصفية هؤلاء المعتقلين والمغيبين ورمي جثثهم وتسجيلهم على أنها جثث مجهولة الهوية والثانية دفن هذه الجثث تحت مسمى مجهوري الهوية وعدم السماح لذوي المخفيين قسريا بالتعرف على هذه الجثث ونقول لرئيس البرلمان والحكومة الحالية ما دامت هذه الجثث ليست للمغيبين من أبناء جرف الصخر والأنبار وغيرها كما تزعمون طيب أظهروا لنا مصير المغيبين أينهم أعيدوهم إلى أبنائهم ما هي الفائدة من وجودكم لماذا تشرعنون هذه العملية البائسة على حساب دماء أهلكم وأبنائكم ولا تظنوا مواقف الوصف هي مواقف تبرير وجودكم في هذه العملية التي أكلت أبناء العراق وخيراته وثرواته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزال الله خيرا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في الهيئة على ورقته التي فضحت الحكومة في العراق وفضحت تعاملها الدنيء مع الإنسان العراقي من خلال تصريحاتهم وتناقضاتهم وارتكابهم لهذه الجرائم مع صبق إصرار وترصد نشكر الباحثين جميعا على أوراقهم ونفتح الآن باب المداخلات على أن تكون أسئلة ومقترحات فقط المداخلات والإضافات الجانبية نجعلها إن شاء الله في الجلسات الجانبية بعد الندوة أعطيكم العافية وشكرا لكم على هذه الندوة القيمة صراحة أضفتنا كثير من المعلومات عن العراق الشقيق أنا المحامي الدكتور نبيل مقابلة وصراحة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب هو مهم جدا جدا لأنه مثل ما حكى الدكتور العليمينك هو الدكتور عيمن هو صراحة بالنسبة لحقوق الإنسان دائما التوثيق ثم الخطوة اللاحقة هي تقديم الدعاوة خاصة بالمحكم الجناية الدولية المحكم الأوروبية عدة محاكم دولية ممكن تتبعوها كهيئة كمركز عراقي لتوثيق جرائم الحرب ضد بعض الأشخاص القائمين أو المسؤولين بالحكومة العراقية بشكل عام أو أشخاص يكونوا معروفين لأنه بالنهاية هو مسؤولية النظام السياسي القائم اللي يبيده السلطة والحكم اللي هو المفروض يوفر الحماية للشعب وحقيقة يمكن بالورقة السياسية أو القسم السياسي عجبني أنه صراحة أمور مكشوفة لكن مع التوثيق مع الدعاوة كل واحد بحاول أنه يشيل المسؤولية عن نفسه ويلقيها على شخص آخر شكرا للكم تداخل على القسم السياسي وذكره عن الحكومات المتعاقبة كل حكومة قامت بدور أخطر دور تقوم به الآن حكومة عبد المهد في الدور الذي دعت فيه لخرط الميليشيات الحجد ضمن القوات المسلحة وتزامن مع التقليل وشتم القوات المسلحة وعملية إنتاج حرس ثوري على غرار إيران ويجعل له مظلة ويجعل له عمل وهذا مهم جدا التوعية والصد عن هذا المخطط الخطير الذي سينفذ في العراق من كثرة الشكاوى عن الميليشيات الحجد وغيرها خرطوا بالقوات المسلحة مشروع سيقام على غرار مشروع الحرس الثوري فيحب ذا القسم السياسي أن ننشط من هذا القسم والتحذير منه بإذن الله عز وجل في المراحل القادمة الله يبارك فيكم السؤال هل هناك مقترح لاستدعاء الفريق من الأمم المتحدة وعمل ندوة مفتوحة معهم لأنه حقيقة نحن نرى أن الدور الأمم المتحدة في العراق هو عملية توثيق فقط يعني تذكر بيانات لكن لا يوجد هناك إجراء مساند لعملية إقامة دعوة قضائية حقيقية في المحافل الدولية لحد هذه اللحظة لأن الأمم المتحدة لا تريد ذلك فلماذا لا نصارحهم ونفضحهم بالإعلام أيضا لأنه هذا حق المواطن العراقي المغيب وحق المواطن العراقي الذي ينتظر ذويه منذ ستة عشر عاما أو عشرة عوام أو خمسة عاما حقيقةً كان سعادي يتعلق بتدويل هذا الملف وما هو السبب أو ما هي العراقيلة التي تحود من تدويل هذا الملف خصوصاً وأن ضحايا هذا الملف بالآلاف الذين جرى تعذيبهم وقتلهم يعني هذا السؤال مفروح على ساتذة وشكراً جزيلاً ماركناً بالنسبة للدكتور نبيل مقابل المحامي لا شك أن توثيق الجرام هو خطوة مهمة لعمل الحقوق سواء كان محلياً أو دولياً وحتى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لا تأخذ بالأقوال دون توثيق وبدون شهود وبالتالي في هذه هي الخطوة التي بني عليها المركز العراقي توثيق جرام الحرب ولا يزال يعمل على توثيق هذه الجرام سواء كان في العراق وغير العراق في مسألة التدويل ومسألة الأمم المتحدة هنا فقرة مهمة تتولى المنظمة الدولية أي الأمم المتحدة وفق معاهدات أخرى مهمة التحقيق والتجريم بدلاً عن الحكومات في حالات لا تستطيع الحكومات القيام بمثل هذه المهمة وفي السجل الدولي ثمت الكثير من الحالات التي اضطرت فيها الحكومات للاستقالة في حال لم تتمكن من نقناع الرأي العام بجدية البحث عن المختفين قسرياً ويمكن بهذا الصدد قراءة ملف مختطفية الحرب العالمية الثانية ثم قضية المغيبين في تشيلي بأمريكيا اللاتينية حقيقةً هو ملف التدويل بالإمكان إثارته وخاصة في هذه الأوقات عندما هناك صراعة قاومة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومن ثم الهجمات المتكررة على إيران فممكن استغرال هذا الملف الآن في قضية التدويل ولكن تبقى مسألة حاسمة أن الولايات المتحدة الأمريكية هل تسمح بهذا التدويل من خلال أنه تفرض إرادتها وأفكارها على المنظمة الدولية في منع أو في استجابة لهذا الملف خاصة الملف العراقي الذي هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية وشكرا جزيلا هو الحقيقة إضافة واحدة بالنسبة لمسألة التدويل التدويل يجري من خلال اللجوء إلى الأمم المتحدة والأمم المتحدة هي عبارة عن مجموعة من الحكومات ليست هذا واضح أمام الجميع مجموعة حكومات تؤلف الأمم المتحدة هذه الحكومات بطبيعة الحال لا تقبل بأن يعني يجري الاعتداء عليها أو فضحها يعني كشف الجرائم التي باعتبار أنها أعضاء يعني متشاركون متضامنون متكافلون في هذا الأمر فمسألة التدويل حقيقة هذه عقبة كبيرة نعم استغلال الثغرات مثل ما تفضل الأخ عمر لكن هذا يعني له حدود أيضا كما بيّن هو وهو الإرادة السياسية للقوى المسيطرة على العالم فهذا هو الموضوع لكن الجرائم لا تسقط بالتقادم هذه مسألة مهمة لا يمكن أن يكون النتيجة آنية من يبحث عن نتائج آنية هذا يعني سيوهن نفسه فالأمر هذا يحتاج إلى مطاولة يحتاج إلى صبر لكن بداية هو التوثيق اليوم شهدنا جرائم جرت في منتصف القرن الماضي أو قبل منتصف القرن الماضي يحاسب المرتكبون اليوم عليها المرتكبين يحاسبون عليها ليش؟ لأنه جرى توثيقها بشكل قانوني يمكن تداوله بالأروقة الدولية فهنا أعيد الدعوة إلى التوثيق ثم التوثيق ثم التوثيق وشكرا جزيلا بارك الله فيكم ونشكر حضوركم الكريم ونلتقي إن شاء الله في ندوات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة